تحت القصف اشتغلت على الخطوط الأمامية بعمليات التحرير ضد داعش مرحبا واضح اسمي رسول الفهد عملي بمجال المنظمات الدولية بالعراق حاليا وأي تغيير إيجابي خصوصا تغيير المستوى النساء بالمجتمع العراقي سنة 2017 تعتبر أهم سنة بحياتي بهاي السنة أنا فتت اشتغلت على الخطوط الأمامية بعمليات التحرير ضد داعش مساعدتنا للنازحين والناس اللي كانوا يطلعون بعد احتجاز بدام 3-4 سنين تحت الدولة الإسلامية داعش مساعدتنا للنازحين هي اللي خلتني أعرف شونه العمل الإنساني الأهداف اللي عندي أنه أكون بمكان أقدر أغير مساعدتنا للتحول بحياتي كان ميانمار والعندي شعار للإنسانية فوق كل شيء عاشر اللي يعبدون بوذة الهندوس المسيح الإسلام فما رح يكون أي فرق ما رح يكون أي تحيز ميانمار كان عندي دائما هذا الدافع أنه أريد أستكشف وهو اللي خلاني أنه أنتقل من ميانمار اللي هي الدولة بجنوب شرق آسيا أنه أروح على جنوب السودان اللي هي بأفريقيا جنت عايشة ببيض طين المكان اللي إحنا بيه ممكن سيارات ما تقدر توصله التجارب اللي خضتها هناك علمتني أنه أقدر النعم أشوف الناس عايشين بأسوأ الظروف وكانوا النساء يضحكون ويغنون ونعدهم هذا يروح الحياة أحنا جايين من مناطق يمكن أحسن بهواية مما هم يعايشين بس ما منقدرين هذا الشيء وشكرا شكرا واضح شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة